موسيقى موسيقى السلام عليكم وتحية طيبة مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث صحفة نبدأها من موقع أخبار العالم الذي نشر مقالا لعاكف أمري بعنوان جهاديون بلا جهاد في سوريا حيث يشير الكاتب لأن أطرف النزاع في سوريا على أعتاب عهد جديد فالمقاتلون غير الجهاديين يحاولون الظهور على الساحة وكسب الدعم وزيادة فرصتهم على التفاوض قبل الجلوس على طاولة المفاوضات إن دعم أنقرة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية إزاء التطورات الحادثة في اليمن هو أهم متحرك قامت به تركيا مؤخرا في سياستها الخارجية فقد كان وقوف تركيا على الجبهة السعودية صراحة أمر مثير للدهشة ولم تكتفي أنقرة بدعم السعودية فحسب بل اتهمت إيران صراحة وبالإسم بلهجة تحضيرية لا تصادف كثيرا في التعاملات الدبلوماسية كان من المتوقع أن يمهد التنفس الإقليمي القائم بين تركيا وإيران الطريق لوقوع توتر كهذا ولكن الأمر المثير للاستغراب حقا هنا هو قيام الرئيس التركي بزيارة رسمية إلى طهران بعد تصريحاته تلك المواجهة لإيران ولما تقدم طهران على إلغاء الزيارة التي كان مخطط لها سلفا بل استقبلته بترحاب شديد كان تجهل طهران لدعم تركيا الصريح للتحالف السعودي ضد التمرد الحوثي المدعوم من إيران في اليمن أمر مستغرب لمن يتابعون العلاقات الإقليمية فالسياسة الخارجية الإيرانية التقليدية لا تتحرك بصورة أحادية الطرف إذ أنها تحرص على التحرك بشكل استراتيجي مع الإبقاء على المعركة الأساسية خارج المنطقة التي تريد حمايتها بدى جليا علامات الاستنفاذ على قوات نظام البعث وقدرتها القتالية في سوريا وفي المقابل كان هناك مخطط لاستنفاذ الكم الأكبر من قوى المعارضة في قتال بعضها البعض بعيدا عن تحقيق إنجاز متكامل ويبدو أن هناك تحالف سعودي جديد بمفهوم عسكري في سوريا بدى في تنفيذ استراتيجية يشعر من خلالها ثقلة وبناء عليه سيكون من الأصوب قراءة المقابل الحقيقي للدعم التركي الفعال للتحالف المناوئ للحوثيين في اليمن كعملية عسكرية في سوريا ولسيما أن ذلك التحالف يعد بمثابة محاولة لإقامة توازن جديد يدعمه الغرب أو على الأقل لن يعارضه عن طريق مساعدة المقاتلين غير المجاهدين مسعى لتشكيل توازن تكون فيه المعارضة المعتدلة مؤثرة في المفاوضات السورية من خلال شن حرب جهادية ضد الجهاديين فمخطط إظهار تنظيم القاعدة أو داعش على الساحة لإقناع كافة الأطراف بمعارضة معتدلة أو حتى علمانية إن أمكن كان سيناريو تصورته بعض الأوساط منذ البداية إلى متى يمكن أن تتحمل إيران عبء سوريا هو أمر يكتنفه الغموض ولكن يعتقد أن تكون إيران منفتحة على تسويات جديدة بشأن نظام البعث مع اكتساب مميزات استراتيجية عقب إتمام الاتفاق النووي وفي هذه الحالة قد تأمل تركيا في التخلص من المشكلة التي بدأت تؤثر حتى على معادلة أنقرة السياسية من المستبعد أن تكون هناك ثورة بقيادة المقاتلين غير الجهاديين بدلا من المقاتلين الذين تحركوا بهدف القيام بثورة إسلامية إلا أن هناك وقع أقدام اسم عالي مرحلة جديدة ما لاتفاقوا فيها على تحول معتدل الفائزين في لعبة الدول قد لا يكون هم اللاعبين الظاهرين على الساحة لأسيما أن ما يحارب باسمه قد لا يفوز نشرت صحيفة التليغراف البريطانية تحت عنوان نظام بشار الأسد يضع رئيس استخباراته علي مملوك تحت الإقامة الجبرية بعد الاشتباه بتخطيطه للإقلاب حيث تشير الصحيفة إلى أن خسائر القتال بدأت تزيد جنون العظم في دمشق وقد اتهم مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني وأحد المسؤولين القلائل الذين لا يزالون مقربين من الأسد بإجراء محادثات سرية مع دول تدعم جماعات الثوار وأعضاء النظام المنفيين ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل القصر الرئاسي أن الأسد يصارع للحفاظ على دائرة الداخلية لنظامه الذي بدأ ينقلب على بعضه وحتى قبل اعتقال مملوك كانت أجهزة المخابرات في حالة الطراب بعد مقتل أو إقالة قائدين آخرين فقد توفي الشهر الماضي رئيس مديرية الأمن السياسي رستم غزالة في المستشفى بعد مهاجمته من قبل أناس موالين للجنرال رفيق شهادة قرينه في الاستخبارات العسكرية الذي أقيل بدوره وأشارت الصحيفة إلى أنه مع فقدان القوات السورية السيطرة على مدينة إدلب وجسر الشغور أمام تحالف الثوار الإسلاميين بما في ذلك جبهة النصرة بدأ مملوك يجري اتصالات مع حكومات معادية ومسؤولين سابقين في النظام وكان على اتصال بالاستخبارات التركية عبر وسيط بحسب مصدر كبير في النظام كما استخدم مملوك رجل أعمال من حلب كوسيط للاتصال برفعة الأسد عن بشار الذي يعيش في المنفى بالخارج منذ اتهامه بقيادة انقلاب في سوريا في ثمانينيات وذكرت الصحيفة أن العملاء الإيرانيين في سوريا يعتقد أنهم تولوا قيادة دوائر واسعة في الحكومة من البنك المركزي إلى استراتيجية القتال وقال مصدر مقرب من القصر الرئاسي إن معظم المستشارين في القصر الآن من الإيرانيين وقد كره مملوك تسلم سوريا سيادتها لإيران واعتقد أن الأمر بحاجة لتغيير وأضافت أن غزاله شارك هذه الرؤية عن النفوذ الإيراني مجلة The Economist البريطانية نشرت مقالة بعنوان بشار الأسد أضعف من أي وقت مضى لكن السلام ليس قريبا وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة تنظم صفوفها وتحقق نجاحات على الأرض وأشارت Economist إلى أن الأسد تسبب بسفك الكثير من الدماء وأن الحرب اندلعت في عقاب رده العنيف على الاحتجاجات السلمية التي انطلقت في 2011 وأن نظام الأسد تسبب في مقتل أكثر من 200 ألف إنسان وتشريد نصف سكاد البلاد البالغ عددهم 24 مليون نسمة وأضافت أن هناك دلائل تشير إلى تعثر النظام السوري وأن التوازن الذي استمر على مدار سنة الماضية قد بدأ الآن بالاختلال لصالح المعارضة وذلك لأن داعم النظام ممثلين بإيران وحزب الله وروسيا لم تعود لهم اليد العليا وأوضحت Economist أن الأسد فقد شهر الماضي مدينتي إدلب وجسر الشغور ومدينتين أخرين في شمال غرب البلاد لصالح المعارضة وأن انتحاريا تمكن من الوصول إلى قلب دمشق وتفجير نفسه بالرغم من خضوع العاصمة لرقابة مشتدة وأن مدينة اللاذقية الصاحلية ومسقط رأس عائلة الأسد أصبحت الآن في مرمى قذائف هاوين الثوار وأشارت المجلة إلى أن النظام السوري يعاني نقصا في الرجال وذلك على الرغم من استخدامه لميليشيات أجنبية وأن قوات إيرانية وأخرى تعودوا لحزب الله سحبت من بعض المناطق في جنوب البلاد وذلك من أجل تكثيف الحماية على دمشق وعلى الحدود مع لبنان حيث تشن جبهة النصر وجيش الفتح جمات عنيفة ولفتت إلى أن جنود النظام يتذمرون إزاء استخدامهم وقودا للمعارك وأن خلافات تجري في أوساط الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وأضفت إيكونوميست أن الثوار أصبحوا أكثر تنظيما وأن عدة جماعات منها جبهة النصر اندمجت في جيش واحد وجيش الفتح الذي تمكن من السيطرة على إدلب وأن الفرصة مواتية لسيطرة المعارضة على مدينة حلب ونوات الصحيفة إلى أن المعارضة تتلقى الآن دعما خارجيا أكثر من أي وقت مضى وأن النظام يواجه مشاكل اقتصادية تؤثر عليه وعلى حلفائه وعلى حلفائه وذلك في عقاب خفاض سعر النفط الذي ترك أثره على حليفته إيران وروسيا معتبرة أن الحل العسكري ليس هو الحل في سوريا وأنه لا يمكن لطرف التغلب على الآخر ولكن لا فرصة للسلام تلوح في الأفق في هذا الوقت صحيفة العرب اللندنية نشرت مقالا لماجد كيالي تحت عنوان سوريا لكل سوريين اعتبر فيه الكاتب أن مشكلة الثورة السورية لا تكمن في تشرثم قوى المعارضة السياسية والعسكرية ولا في ضعف الإمكانيات والموارد الذاتية ولا في غياب الدعم العربي والدولي المناسب لها في مواجهة جبروت النظام فهي فوق كل ذلك تعاني أيضا من الاضطراب في تعريفها لذاتها وفي توضيح مقاصدها ورأى الكاتب أن تغول النظام وحشيته في مواجهة السوريين وفي قتل روح الثورة والتمرد عندهم وتشريده معظمهم أدى إلى استنقاع الوضع السوري ما نجم عنه الارتهان لقوى خارجية فرضت أجنداتها وأولوياتها على جماعات المعارضة السياسية والعسكرية منوها إلى أن كل ذلك وضمنه ظهور جماعات محسوبة على القاعدة ثم تنظيم داعش أدى إلى أخذ هذه الثورة إلى غير المقاصد التي نشأت عليها ولفت الكاتب إلى استعدادات المعارضة السورية السياسية والعسكرية والمدنية لعقد اجتماع لمختلف تكويناتها في رياض المفترض به توحيد فصائلها وترتيب أوضاعها وتوضيح خطاباتها وضمنه توجيه تطمينات للسوريين بمختلف أطيافهم بشأن طبيعة سوريا المستقبل النقيضة لسوريا الأسد أو البديل للنظام الاستبداد والفساد والاضطهاد وأكد الكاتب أن الثورة بحاجة إلى هيئة قيادية تمثل مختلف مكونات الشعب وقوى الثورة بمختلف توجهاتها لكن دون أن يكون ذلك لحساب طرف على طرف آخر ودون الإضرار بمقاصد الثورة التي اندلعت من أجل إنهاء الاستبداد ومن أجل حرية السوريين وإقامة دولة المواطنين الأحرار المتساوين في صحيفة العربي الجديد نشر تحت عنوان لقاء العدوين على العرب يتساءل فيه ميشيل كيلوم الذي سيكون عليه مصير المنطقة العربية إذا ما تحالف ضدها عدواها التقليديان إيران من الشرق وإسرائيل من الغرب وهل هناك ما يشير اليوم إلى وقائع يعني تحققها انتقال التحالف بين إيران وإسرائيل من احتمال إلى واقع تغذيه استراتيجيات دولتين القائمة على العداء للعرب والعمل للسيطرة عليهم بإبقائهم متفرقين ومتخلفين في مرحلة ما قبل أموية لا يراكمون ما يكفي من تقدم للخروج من مأزق تاريخي يعيشونه منذ عشرة قرون ولفت الكاتب إلى أن الطرفان الإيراني والصهيوني يلتقيان على موقف من العرب يعتبرانه مصلحة وجودية ومشتركة تتخطى السياسة ويلتقي الطرفان على استراتيجيات تبقي الجوار العربي ممزقا متخلفا وأسير فوضى تشل طاقاته وتحول بينه وبين الانتقال من التخلف إلى الحدثة بما سيمثله من تغيير جذري في علاقات القوى بينه وبينهما وسيفرضه من إعادة نظر في حساباتهما التي ستقوم على انزوع إيران داخل حدودها وقبول إسرائيل بالحقوق الوطنية والتاريخية المشروعة لشعب فلسطين الذي لم تنجح في إخراجه من المعركة المستمرة منذ قرن وربع القرن وهذا ركيل من اقتراب عدوال عرب من إقامة تحالف أمر واقع يضمهما برعاية أمريكا وخلصا متسائلا ماذا نحن فاعلون وإي خيار يبقى لنا غير الدفاع عن أنفسنا ومقاتلة الطاغوت وأتباعه دفاعا عن الوجود العربي أيضا وماذا ينتظر العرب إن هزم الشعب السوري غير مصير أشد هولا من أي شيء قد يتصوره خيالهم نطالع في صحيفة العرب القطرية مقالا لأحمد زيدان بعنوان الثورة السورية بين يدي مؤتمر الرياضة تطرق فيه إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي تستعد الرياض خلال الأيام المقبلة لاستضافته من أجل وضع خطة لسوريا ما بعد سفاحها بشار الأسد ومن قبله سفحها المؤسس حافظ الأسد الذين لن يجدالهما نظيرا في تاريخ البشرية قتلا وتهجيرا وتدميرا ورأى كاتب المقال أن دخول المملكة العربية السعودية على هذا الخط يضفي على المؤتمر أهمية لافتة سواء كان لوزن المملكة وتجاربها السابقة في تسوية قضايا عربية وإسلامية أو للتقارب والتنسيق السعودي التركي القطري الأخير فيما يخص شؤون المنطقة وتحديدا ثورة سوريا وبين أن هذا المؤتمر سيقطع الطريق على محاولات الوسيط الدولي ستفان ديمستورا الرامية إلى تمياء الثورة السورية من خلال دعوة أربعمائة شخص بصفتهم الشخصية بمن فيها الاتلاف الوطري مضيحا أن ديمستورا الذي أتى لإيجاد حل لسوريين وجد نفسه كسابقيه بحاجة إلى من يساعده للبقاء في منصبه بعد فضيحة فشله في تجميد القتال بحلب ولفت الكاتب إلى ما علمتنا إياه الثورة اليمنية والليبية والمصرية بأن تعايش الثورة مع الثورة المضادة كتعايش البنزين مع الكبريت وأن القوى المضادة للثورة معادية لها جينيا ووراثيا مؤكدا أن ما يجري في هذه البلدان يجب أن يكون درسا مهما لثورة سوريا في أن القبول بأنصاف الحلول والتعايش مع القتلى والمجرمين سيجلب خرابا وشرا ودمارا أكثر مما شهدناه وخبرناه لا سمح الله جريدة حبر نشرت مقالا لأحمد رجاء الشامي بعنوان مقدمة في التفكير حيث يقول ابن خلدون إن المغلوب مؤلع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وفي سائر أحواله وعوائده والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه إن مسألة التفكير مسألة في غاية الأهمية وهي المرحلة الأولى التي لا بد منها للعقل الإنساني قبل إنجاز أي عمل من الأعمال وبقدر رقي التفكير عند الأفراد ترتقي الأمم والحضارات التفكير هو مرحلة متقدمة من مراحل التقدم والبحث وهو يختلف عن الفكر باعتبار الفكر جانبا صواريا في العقل البشري ينشأ بفعل تراكميا للثقافة والخبرات بينما التفكير هو الجانب الذي يمثل أولى خطوات الممارسة أو الفعل ولا بد من عنصرين أساسيين يجب أن يتوافر في الفرد حتى يتمكن من ممارسة تلك الوظيفة أو التفكير بوجهها الصحيح هما الوعي والحرية الأول يتمثل في معرفة الإنسان لمقتدى وجوده وغاياته في هذه الحياة أما الثاني فهو الذي يحكم على الأول بالفاعلية والتعطل أو التبعية ولكل أمة من الأمم سمات عامة تحدد مستوى رقيها الفكرية ولكل أمة عادات تفكير مختلفة ويترتب على هذه العادات عائقان خطيران يتمثل الأول في كون أن صاحب الدعاية إذا علم بالعادات التفكيرية لعسامعيه يستطيع استعمالها سلاحا له والثاني أن عادات التفكير قد تكون فينا ميلا إلى إغلاق الذهن دون الأفكار الجديدة ولا يمكن الحل أو الخروج من هذه المشكلة بتكوين عادات تفكيرية جديدة فالأغلب الذين لديهم أفكار مغايرة للخط المستقيم المتبع في أمور الدين والتقاليد المتعارف عليها يواجهون خطرا مماثلا يغلقوا عقولهم في وجه العقائد الجديدة أو الصحيحة وهو أنهم قد يتربى عندهم عادة الكفر بالأمور عنادا ليس إلا لأن الناس الآخرين يؤمنون بها وبذلك يرفضون جل ما يؤمن به المجتمع مهما كان صحيحا ولعل الحل يكمن في المراحل الأولى من تكون تلك العادات وهي المراحل التي يتكون فيها الفكر منذ طفولة لذلك يجب أن يكون من أغراض التربية والتعليم العمل على تكوين ما يعرف بالمرونة العقلية والتي يجب أن تفسر على أنها العقل الساعي وراء الحقيقة أينما وجدت ذلك العقل الذي يتمتع بالوعي والحرية بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة